ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أنه يجوز دفع الزكاة للقرابة والأصول والفروح إذا قامت الأوصاف الموجبة للزكاة أما الصدقة فالصدقة جائزة على القرابة وعلى الولد وعلى الوالد لكن الكلام على الزكاة الزكاة جائزة على الراجح من قول أهل العلم للأولاد والوالدين بشرق ألا يكون ذلك ممن تجب نفقتهم أما إذا وجبت النفقة فهنا لا يجوز للوالد أن يوفر النفقة ويعطي من الزكاة ولدك إذا كان عليه حاجة يجب عليك أن تسدها من النفقة لا يجوز أن تعود ذلك من الزكاة لأن الزكاة حق مستقل في المال حق آخر في المال فينبغي العلم أن الحق إذا كان من غير الزكاة كان يتحمل الولد ديون مثلا وليس سببها قصور نفقة الوالد فللوالد أن يعطيه من زكاته ترجمة نانسي قنقر